تباعت إزاي التصريحات الخاصة بالمفاوض السامي لحقوق الإنسان؟ طبعاً كان المفروض من المدري أن ده يحصل ما نستناش لأكتر من حاجة واربعين يوم دلوقتي على اللي حدا بنشوفه الجرائم حقوق الإنسان أصلاً من قبل الأحداث واللي بيحصل دلوقتي هو امتداد لها بس بشكل بشع فالتهاكات حقوق الإنسان أصبحت يعني بتتم بشكل يومي جرائم الحرب بتتم بشكل يومي ولا تتوقف يعني زي ما إحنا شايفين أو هما يعني ما بيسعوش حتى يعني هل ده تصريح مثلاً يقولنا هيوقفهم عن جرائم الحرب لا هيستمروا في جرائم الحرب وهيستمروا في نفس الأداة اللي هما بينفزوه وجرائم الحرب كل يوم بتزيد يعني إحنا لو حطينا سلسلة من جرائم الحرب دي زي مثلاً هي أصلاً دولة احتلال إسرائيل دولة احتلال فباعتبرنا دولة احتلال بتضع شعب بالكامل في معسكر اعتقال بسيطرة على الأجواء البحرية والأجواء المداخل البرية عادة ومدخل بتاع الرفح طبعاً زائد الأجواء الجوية يعني فهم منعين السكان دول أصلاً من هو ياخد حريته من الداخل ده في حد ذاته جريمة حرب صحيح قبل الأحداث ده بالإضافة لأن مصادر المية ومصادر الغذاء الغذاء وكل ده برضو عن طريق دولة الاحتلال فإن أنا أمنع بقى الغذاء والدواء والماء وأمنع الأدوية عن الناس اللي بتموت جوه دي جرائم جل دي جرائم حرب متعددة لأن من لازم التوفير المواد الأساسية للإنسان ده من أساسيات أي دولة احتلال إنها بتقوم بدأ للمواطنين المحتلين فدي برضو جرائم حرب مبدأ المعاملة بالمثل على سبيل المثال المعاملة بالمثل إنهم بيقولوا إحنا حماس هجمت علينا فإحنا كمان من حقنا إن إحنا نهجم بنفس الأداء أو بنفس القوة حصل علينا جرائم حرب يبقى إحنا علينا إحنا نعمل جرائم حرب ليه إيه؟ إنه خادوا رهائن غير عسكريين يعني فده يعطور إيه دي جرائم حرب علينا فإحنا بندور على هذا وإحنا بنحاول إن إحنا ننفذ فبقى فيش معاملة بالمثل محافظة على حياة المدنيين من القواعد القانون الدولي الإنساني فأنا لازم أحافظ على حياة المدنيين ولو حصل أي خطأ أو انتهاك مش بس اللي بيتحاكم الزابط المسؤول أو لا دا بيتحاكم لحد الرئيس أو لحد الرئيس الوزراء كل من يعلم وأصدر القرار أو حتى مضاش القرار بس على علم بالحدث فهو مسؤول ويحاكم متورط ومتورط فأمام القانون الدولي الإنساني القانون الدولي الإنساني هو أساسه هو الحد من إنتهاك حول إنسان وضحايا الحروب يقلل من ضحايا الحروب اللي بيحتي بنشوفها بنتفرج عليها بصفة يومية شكرا الحروب المترجم للقناة